الشيطان موجود في حياتنا عشان يدفعنا للاستعاذة والاستعاذة يعني الاعتصام واللجوء والفرار إلى حصون الله سبحانه وتعالى والشيطان أفصح عن رغبته في القرآن رغبة واضحة جدا جدا مش مجرد أذية بسيطة اسمع بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا عرف اللي بيقوله وده كلام ده أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتني كن ذريته إلا قليلة الكلمة دي في اللغة العربية معجزة كان العرب زمان لما يربط الفرس بلجام من بؤه عشان يعرف يحوده يمين ما يقدرش يقاوم أو شمال ما يقدرش يقاوم يقولك احتنك الفرس فالشيطان هدفه احتناك ذرية بني آدم لأحتني كن ذريته إلا قليلة قال اذهب فمن تبعك منهم ومن هنا جات رسالة الله إلى متبع الشيطان خد بالك أنت ممكن مرة تسمع كلام الشيطان وتغلط واتتوب لربنا لكن لو الشيطان نجح أنه يعيشك فأفكاره هنا اتباع الشيطان قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراً واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً إن عبادي شوف لما ربنا يباهي بك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلة رسالة الله النهاردة إلى متبع الشيطان أنه ينقذ نفسه من الشيطان ويخش في ركاب عباد الله اللي الشيطان ملوش سلطان عليهم بإذن الله